السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات سائلا المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد عودتك من الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر نرحب بك ونقول تقبر الله منا ومنك أيها الحبيب المحب هذا اللقاء الأغر إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرح فيه بتوفيق الله ومدده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم حتى ترى ذلك رأي العين وقبل أن نشرح ذلك أود أن أستهل هذا اللقاء بآية قرآنية مباركة ألا وهي قول ربنا الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأثن الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط نعم وخير ما أثلث به الكلام كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الثابت في صحيح مسلم حيث قال رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فاستهللت هذه الحلقة المباركة بآية كريمة من كتاب الله جل وعلا ثم ثنيت الكلام بحديث نبوي في الصحيح ثم ثلثت الكلام بحديث موقوف على عبد الله بن مسعود في الصحيح ثم تعالوا بنا أحبة في الله الآن لنشرح مع بعضنا الصلاة شرحا عمليا وأرجو أن تتنبه معي بارك الله فيك فتنبه معي جزاك الله خير أول شيء بارك الله فيك كما تراني أمامك الآن تقف ثم تستقبل بارك الله فيك القبلة تستقبل ماذا القبلة بارك الله فيك لأنك أنت تعلم أن الله جل وعلا قال فلنولينك قبلة ترضاها وقبلتنا نحن معاشر المسلمين معلوم لدى الصغير فضلا على الكبير أن الكعبة المشرفة أن الكعبة المشرفة فلنولينك قبلة ترضاها فأنت ستستقبل الكعبة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة ومعلوم لديك أننا استقبلنا أن المسلمين استقبلوا بيت المغد الستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما ورد ذلك في البخاري ثم آت الأمر من الله جل وعلا باستقبال الكعبة المشرفة لقوله تعالى فلنولي أنك قبلة ترضى إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فأنت ستستقبل القبلة طيب ستضع أمامك بارك الله فيك ماذا ستضع أمامك سطرة ستضع أمامك سطرة أي نعم هذه السطرة مثل هذا الشيء مثلا على سبيل المثال مثلا هذا الشيء تضعها كذا هنا أي نعم هذه تعد سطرة كما تراها أمامك فتكون سطرة لك هذه السطرة بارك الله فيك تكون من قدمك من موطن قدمك إلى السطرة ثلاثة أذرع من موطن قدمك إلى السطرة ثلاثة أذرع طيب ومن موطن سجودك إلى السطرة ثلثي ذراع طيب وارتفاع السطرة أيضا ثلثي ذراع فصاعدا تنبه يبقى رقم واحد قلت أنت ستقف تستقبل القبلة طيب رقم اثنين إن كنت عند الكعبة المشرفة ستستقبل عينها طيب رقم ثلاثة إذا كنت في مثلها في مكان بعيد عن عين الكعبة فستستقبل جهتها طيب رقم أربعة استقبالك للقبلة وهي الكعبة المشرفة شرط من شروط صحة الصلاة طيب إلى أي شيء ستصلي ستصلي إلى السطرة هل ستكون على يمين السطرة هكذا لا طيب هل ستكون على شمال السطرة هكذا لا طيب كيف ستكون تكون هكذا السطرة تصمد إليها صمدا يعني تصمد إليها صمدا أي تكون أمامك على الصورة التي تراها على الشاشة أمام عينيك الآن طيب الصطرة دي حكمها مشروعة طيب هي محل خلاف بينها للعلم منهم من قال بوجوبها كالشوكاني والألباني وغيرهما ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها سنة مستحب إن خلاصة اتفق العلماء أن السطرة مشروعة ولكن الخلاف في حكمها بين وجوب وآكدية سنيتها أو استحباب سنيتها طيب هذا بالنسبة لحكمها كم سيكون من قدمك إلى السطرة ثلاثة أذرع على النحو الذي تراه أمام عينيك على الشاشة الآن طيب كم سيكون من موطن سجودك إلى السطرة ثلثي ذراع طيب هذه السطرة كم يكون ارتفاعها ثلثي ذراع فصاعدا طيب أنت وقفته بأن واستقبلت القبل تعمل تنوي بقلبك تنوي بقلبك هتصلي مثلا أنت ستصلي العص هل تقول نويت أصلي العص أربع ركعات لله العلي العظيم جماعة مستقبلا القبل حاضرا الله أكبر الجواب لا طب لماذا لأن هذا بدعة إيش هو اللي بدعة يعني النطق بالنية البدعة النطق بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك والجهر بها أقبح من ذلك طب أعمل إيه أنه بقلبي أنني سأصلي العص جماعة دون أن أتلفظ بلساني فإن الله تعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون طي استقبلت القبلة وهي الكعبة وضعت الصطر أمامي نويت بقلبي الصلاة وعينتها فرضا كانت أو نافلة دون أن أتلفظ ذلك بلساني لأن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة والجهر بها أقبح من ذلك أعمل إيه أصلي ونقائم طب أصلي النية ركن من أركان الصلاة طيب والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة طيب أنا استقبلت القبلة كما ترون وضعت سطر أمامي كما ترون نويت بقلبي دون أن أتلف وبلساني ماذا أفعل أفعل هكذا الله أكبر عملت دلوقتي رفعت كفية بارك الله فيه حذو من كبي وين من كبي أهو هذا الكلام للرجل وللمرأة والكبير والصغير على حد سواء رفعت كفية حذو من كبي بهذه الصورة التي ترونها الصوابع ممدودة وبهذه الكيفية تجاه القبلة الله أكبر يعني دون أن أضم الأصابع أو أن أفرج بينهما بل يكون الأمر طبعي عادي بدون تكلف ولكن بهذه الصورة التي ترونها حذو من كبي أو حذو شحمة أذني بعض الناس يبالغون في الأمر فيجعلون الإبهام هكذا عند شحمتي الأذني بالصورة التي تراها مني على الشاشة الآن هذا فيه وسوسة طب الصواب إما أن أجعلها هكذا وإما أن تكون هكذا يعني هكذا وهكذا إما أن تكون حذو من كبي على الصورة التي تراها مني الآن وإما أن تكون حذو شحمتي أذني شحمتي أذني هكذا دون أن ألمس هما أفعل هكذا طيب قلت ما الله أكبر دي اسمها إيه اسمها تكبيرة الإحرام حكمها إيه ركن من أركان الصلاة طب رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام حكمهم إيه سنة من سنن الصلاة عملت بها انظر معي أيها الأخ المشاهد وأنت يا أخت الله أكبر وأضع اليمين كما ترى على الشمال فوق صدري أضع اليمين هذه اليمين على الشمال هذه الشمال فوق صدري بالصورة التي تراها مني على الشاشة هكذا لحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح وكذلك حديث وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنهم طب الخطأ يا أخوان الخطأ أن بعض الناس يقولون أننا مالكية أي نسبة للمذهب المالكي ويسوون هكذا إخواننا في ليبيا في تونس في الجزائر في المغرب إخواننا في الصعيد إخواننا في العالم كله طب لماذا ناديت على إخواننا في المغرب العربي والصعيد على وجه الخصوص لأنهم مالكيون وبعضهم يزعم أن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يرسل يديه هكذا لا يا أخوان مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الحديث صاحب الموطأ هو من أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضع اليمين فوق الشمال على صدره ولكنه رحمه الله عذب فما كان في فترة من الفترات ممكن من وضع اليمين على الشمال فوق الصدر كما ترى ولكن كان ذلك العلة على كل حال هو القائل رحمه الله كل كلام يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم انت ماذا سويت قلت الله أكبر طيب وضعت اليمين على الشمال فوق الصدر وضع اليمين على الشمال فوق الصدر حكم سنة من سنن الصلاة طب تعمل ايه بعد كده تقول دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو أي رواية من الروايات الواردة رواية الواردة مثل اللهم باعد بيني وبين خطوياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطوياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واصلني من خطوياي بالماء والثلج والبرد أو اللهم إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين قل إن صلاة ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة أنت ستقول رواية من الروايات الواردة ويفضل أن تقول هذه تارة وتلك تارة أخرى ليكون عندك استحدار للمعنى وخشوع في القلب وخضوع في الجوارح ما استطعت إلى ذلك سبيلا ثم ماذا ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي ركن من أركان الصلاة حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هاتو الإمام بعد دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين تقرأ الفاتح فقراءة الفاتحة ركم من أركان الصلاة وكما سمعت تقف على رأس كل آية تقطعها أي تقف على رؤوس الآي أي الآيات بمعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا تقف على رأس كل آية ويكون نظرك محل سجودك يكون نظرك محل سجودك فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة التي يركن من أركان الصلاة تقرأ ما تيسر من القرآن العظيم وقراءة ما تيسر من القرآن العظيم عقيب الفاتحة سن من سن الصلاة طيب أنت بعد ما تنتهي من الفاتحة الوقت قلت آمين الإمام والمأمومين يجهرون بالتأمين في الصلاة الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والخصوف والاستسقاء يجهر الإمام ويجهر المأمومون بيش بالتأمين وتقرأ ما تيسر تأخذ النفس كده يعني تسكت هنيها تأخذ فيها نفسك ثم تبدأ ما تيسر من القرآن الكريم وقراءة ما تيسر بعد بعيد الفاتحة دي سن وترك وقت طويل بين الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تسكت هنيها وهنيها تصغير هنيها أي نعم ثم تبدأ تقرأ ما تيسر من القرآن وهذه حكم السن من سن الصلاة ثم تفعل ترفع يديك هكذا حذو من كبيك أو شحمتي أذني وتقول الله أكبر هكذا انظر إلي بارك الله فيك أنت الآن راكع أي نعم مسوي في الركوع أنت ظهرك مستوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر الماء يستقر الماء إذا صببت الماء على ظهرك لما يعني لما يستقر لأن ظهرك مستو ورأسك ليست بمرتفع هكذا ولا منخفض هكذا وإنما مستوية مع رأسك طيب هذا بالنسبة للرأس والظهر الظهر مستو والرأس يعني باستواء الظهر ليست مرتفعة ولا منخفضة طيب بالنسبة للكفين انظر إلى الكفين على الرقبتين انظر إلى كفية على رقبتين الكفين على الرقبتين بارك الله فيك الصوابع الكفين منفرجة هل ترىها على الشاشة هل ترى صوابع كفية منفرجة إنها منفرجة أي منفتحة طيب وماسك رقبتين بكلتا بيدي أي بباطن يدي طيب وإيه كمان ومرفقي المرفق هذا ها ها أنا أشرطي بالشمال على اليمين كما ترى على الشاشة هذا المرفق وكذلك هذا المرفق الشمال هو كما أشير باليمين على الشمال هكذا المرفقي يعني بارك الله فيك بعيد عن الجنبين أي وتجافي مرفقيك عن جنبيك تجافي مرفقيك عن جنبيك كما ترى هو الخطأ إيه الخطأ ترى من كده طيب الصواب إيه الصواب كما تراني الآن قد وضعت كفي على ركبتي وألقمتهما يدي أي ألقمت ركبتي يدي وفرجت أصابع يدي على ركبتي وجعلت مرفقي متجافيتين عن جنبين ومعنى متجافيتين أي متباعدتين طيب صوابع ركلي انظر إليهما انظر إلى صوابع قدمين تجد أن الصوابع تون القدمين متوجهتين ناحية القبلة بعض الناس إيش يسوون يعملوا كده كده مثلا كده هذا خطأ طب إيه الذي تراه الآل على الشاشة في صوابع ركلي خطأ طب الصح هذا الصواب الذي تراه مني الآن بطوفيق الله ومدده الصوابع متوجهة إلى القبلة طيب وبعض الناس يعملوا كده كده كما تراني على الشاشة هذا خطأ الصورة التي تراها مني على الشاشة الآن خطأ طب ما هو الصواب الصواب هكذا أشد رجلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا دون تكلف وأضع كفتي على ركبتي وصوابع قدمي متوجهتين إلى القبلة وراسي مستوية مع ظهري حتى لو صب الماء لا استقر على ظهري وأنظر إلى موطني سجودي أين هذا الركوع بقول ليه في الركوع سبحان ربي العظيم بعض الناس كيف يسبسبون سبحانه 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 تقول ليه أنت الوقت ينبغي أن تتضبر بارك الله فيك وأن تقول هكذا سبحان ربي العظيم أو وتقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح أي نعم سبحان ربي العظيم وبحمده إذا انتهيت من الركوع والركوع ركن من أركان الصلاة والطمأنين في الركوع ركن من أركان الصلاة والتسبيح مشروع وهو محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال بوجوبه كالحنابلة ومنهم من قال بسنيته والراجح سنيته والله تعالى أعلم في ذلك أين انتهيت من الركوع تقوم سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده طيب سمع الله لمن حميده طيب الصطرة أنت عرفتوها حتى يعني ترونني جيدا على الشاشة اسمعوا لي أن أرضها هنا طيب بارك الله فيك أنت لما قمت من الركوع أنت كنت راك قمت من الركوع قلت سمع الله لمن حميده أين سمع الله لمن حميده وسمع الله لمن حميده هذه واجبة وقوله عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد حمدا كثيرا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد هذا واجب وما زاد على ذلك فوصلنا حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات من الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أنت أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا موطل ما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد وبعدما تقوم القيامنا الركوع تضع اليمين على الشمال أيضا فوق الصدر أين؟ طب واحد يريد بعد القيامنا الركوع يرسل يديه لا بأس فإن الأمر في ذلك واسع يعني بعد القيامنا الركوع الذي يترجح أن تضع اليمين على الشمال إذا أرسلتهم فلا حرج عليك كما بيّن شيخنا الألبان رحمه الله في صفة الصلاة النبي بيّن ماذا؟ بيّن الإرسال أي نعم وبيّن غيره من أهل العلم القبض بعد القيام من الركوع كما كان الحال وأنت تقرأ الفاتح قلت سمع الله لمن حمده ورفعت يديك هكذا قلت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السموات والأرض إلى آخر الدعاء طيب هكذا إذن هذا الاعتدال ركم من أركان الصلاة الطمأنينة فيه ركم ثاني طيب رفع اليدين سنة من سنة الصلاة سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد واجب وما زاد عليهما فهو سنة ثم تقول الله أكبر أين؟ واحد تقول بل تنزل برقبتك ولا بيدك الأمر في ذلك واسع الله أكبر وتزجد بارك الله فيك كيف تزجد؟ انظر معي بارك الله فيك أنت بارك الله فيك ستزجد على الأعضاء السبعة إيش الأعضاء السبعة؟ الجبهة ومعها الأنف طيب أدواح طيب واليدان يبقى ثلاثة طيب والرقبتان يبقى خمسة طيب أطراف القدمين يبقى سبعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم بعض إخواننا إذا أراد أن يسجد يسجد على جبهتي ويرفع أنفه من على الأرض هكذا خطأ طيب ما هو الصواب؟ أن أسجد على الأعضاء السبعة الجبهة وكذا الأنف مع الجبهة طيب السجود كيف؟ السجود بارك الله فيك انظر معي أجعل بطني بطني مرفوع عن فخذي بطني مرفوع عن فخذي طيب أدواح اتنين أجعل مرفقي متجافيتين كما ترى على الشاشة عن جنبي طيب ثلاثة أجعل صوابع يدي كما ترى على الشاشة حذو من كبي أو حذو شحمتي أذني طيب أربعة أن أجعل أصابع يدي مضمومة لبعضها طيب خمسة ومتوجهة تجاه القبلة لأن بعض الناس يخطؤون إيش يسوون يسووا كده ده خطأ طيب الصواب إيه الصواب هكذا أن تكون ممدودة إلى القبلة ومضمومة طيب وحذو المنكبين طيب وإيه كمان وعقبية عقبية مضمومتين طيب اسمح لبقى أن أريك ذلك بالعكس كيف أريك؟ بارك الله فيك بهذه الصورة حتى تراها العقبين ده اسم العقب هذا اسمه العقب بارك الله فيك فالعقبين مرصوصتين مرصوصتين يعني إيه مضمومتين إلى بعضيهما طيب وصوابع الرجلين متوجهتين ناحية القبلة أي نعم العقبين مرصوصتين بجوار بعضيهما وأصابع الرجلين متوجهتين ناحية القبلة بعض الناس إذا سجدوا يعملوا كذا هذا خطأ طيب ما هو الصواب الصواب هكذا أي نعم ثم ماذا طبعا أنا أردت أن أستدير حتى أريك كيف تكون العقبين بعض الناس يفكرون إن النساء سجدهم خلاف سجود الرجال لأن بعض المذاهب يقولوا هذا أو هذا كلام مرجوح إزاي تعمل كده هكذا هكذا إزاي تقولك البطن على الفخذين والساعدين على الأرض وتضم بعضها إلى بعض المرأة لأن ذلك أصطر لها هذا خطأ طيب ما هو الصواب الصواب أن سجود المرأة كسجود الرجل تماما بتمام بمعنى بمعنى أقوله مرة أخرى أقول أهي ها هذه الكفين الصوابع مضمومة طيب ومتوجهة ناحية القبلة طيب جميل طيب والكفين دولا حذوي المنكبين أو الشحمتين الأذنين طيب جميل وبعدين يسجد هكذا إيه بقى في السجود أول حاجة سجد على سبعة أعظم طيب تاني حاجة رفع بطنه عن فخذيه رجلا كان أمرأة طيب ثالث حاجة جعل كفين حذوي من كبين طيب ربي حاجة أو حذوي شحمتين أذني طيب خمس حاجة صوابع مضمومة طيب سادس حاجة إلى القبلة طيب سابح حاجة اللي عقبين مرصوصتين تمثاب حاجة صوابع الرجليين متوجهة إلى القبلة أيها طيب تاسح حاجة المرفقين متجافيتين عن الجنبين رجلا كان أمرأة طيب السجود ده حكمه ركن من أركان الصلاة طيب يقول لكنه محل خلاف منهم من قال بوجوبه منهم من قال بسنيته ثم أقول الله أكبر الله أكبر أجلس هكذا آي وابارك الله فيك أقول اللهم اخفر لي اللهم اخفر لي أو تقول اللهم اخفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة الدعاء الذي تقوله في الجلوس بين السجدتين سنة من سنن الصلاة تضع يدك على فخذك وأصابعك منتهى أصابعك على ركبتيك كما ترى على الشاشة هكذا بارك الله فيك طيب إنت أعد بين السجدتين أعد إيه اسمها أعدت مفترش مفترش يعني إيه مفترش سأريك إياها اسمح لي أن أستدير ظهري بهذه الصورة حتى ترى رجلي جلست على الرجل الشمال ورفعت بارك الله فيك اليمين صوابع الرجل اليمين متوجهة ناحية القبل وإنت نصبت القدم اليمنى نصبت القدم اليمنى وضعت إلياتك على الرجل اليسرى كما تراني الأعدد اسمها إيه اسمها الإفتراش متى تجلسها تجلسها بين السجدتين وكذلك في الركعة الثانية لقراءة التشاهد الأول الذي يقول عليه عامة الناس التشاهد الأوسط والصواب أن نقول التشاهد الأول ولا نقول التشاهد الأوسط يبقى الجلسة اسمها إيه اسمها الإفتراش متى تكون تكون بين السجدتين ومتى أيضا في التشاهد الأول وتجلس على اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل أصابع اليمنى متوجهة إلى القبلة كما ترى مني على الشاشة الآن طيب بارك الله فيك ثم ماذا ثم بعدما تجلس الجلسة بين السجدتين هتسجد ثاني نفس تقوم السجدة الثانية وكل سجدة كما تعلم أنت ركنه من أركان الصلاة طب أنت قمت هون منين قمت من السجدة الثانية السجدة الثانية أنت لقى خلاصت الركعة الأولى بدك تقوم للركعة الثانية تعمل إيه تجلس جلسة كده اسمها إيه اسمها جلسة الاستراحة جلسة خفيفة طيب جلسة الاستراحة حكمها إيه من أهل العلم من قال أنها سنة ومنهم من قال أنها ليست بسنة ومنهم من قال أنها لا تكون أولا للحاجة حاجة يعني إيه يعني واحد يكون متين تخين يعني أو مريض ففي حاجة إلى جلسة الاستراحة وقد رجح العلامة الألبانية رحمه الله أن جلست الاستراحة سنة من سنة الصلاة أنت الوقت قمت من السجدة الثانية في الركعة الأولى قمت الله أكبر تقوم قاعد كده وتقوم عامل كده تقبض يديك كده يعني دي زي المرأة التي ستعجن العجين بالبنية كده من لكامية تعمل هكذا والإبهامهم أنت تقوم عامل كده الله أكبر هكذا تقوم رافع يديك والله أكبر وتضع اليمين على الشمال فوق صدر يبقى الوقت السؤال الجلسة الاستراحة متى تكون تكون في الركعة الأولى وأنت قائم للركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وأنت قائم للرابعة يبقى السؤال دلوقتي جلسة الاستراحة ما حكمها حكمها فيها ثلاثة أقوال واحد من أهل العلم من قال أنها سنة اتنين منهم من قال بعدم سنيتها ثلاثة منهم من قال هي تكون للحاجة كان يكون إنسان مريض أو كهل كبير طيب الراجح رجح العلامة الألبان رحمه الله أن أنها سنة طيب بيقولوا تكونوا في وطر الصلاة الوطر اللي هو بعد العشة لا أما المقصود به وطر الصلاة المقصود به الركعة الأولى والثالثة الأولى وأنت قائم للثانية والثالثة وأنت قائم للرابعة دي جلسة إيه؟ الاستراحة بارك الله فيك طيب الجلسة الأخيرة في الصلاة أنت مثلا بيصلي الظهر أو العصر أو العشة الجلسة الأخيرة في الصلاة بقى اسمها جلسة التورق الجلسة الأخيرة في الصلاة اسمها جلسة التورق كيف تجلس جلسة التورق؟ هكذا انظر معي على الشاشة بارك الله فيك رجلك الشمال أهيا رجلك الشمال أهيا هتعملها كده تجيبها تحت الرجل اليمين وتخلي اليمين هكذا إبقى أنت وضعت إليتك على الأرض ونصبت القدم اليمنى وجعلت الأصابع متوجهة ناحية القبلة ووضعت يديك على فخزيك أي نعم هكذا بارك الله فيك دي الجلسة الأخيرة اسمها التورق أما الجلسة في التشاهد الأولاني اسمها إيه اسمها الإفتراش طب بتبقى إزاي الإفتراش هكذا طيب التورق في الجلسة الأخيرة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الرابعة من الظهر والعصر والعشاء تكون إزاي هكذا طيب طب بفرض أنت في صلاة الصبح أو بصلي صنة ركعتين هتفترش تفترش كهكل كما ترى طيب أنت بارك الله فيك في التشاهد الأول في التشاهد الأول كيف تجلس بيّنت لك تجلس إزاي بالنسبة لها دي اسمه الإبهام هذا الإبهام وهذا الصابع اسمه الوسطى هتجعل الوسطى مع الإبهام خامسة كده وتطلع السبابة هكذا كما ترى وتبدأ تقرأ التشاهد بارك الله فيه من أول التحيات لله الصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر التشاهد التحيات لله الصلاة الطيبات لله تحيات لله الصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته أحركها هكذا بعض الإخوة يعملون زي كده هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ طب الصح هكذا حركة خفيفة هكذا هو الصواب بارك الله فيه طيب خلصت التشاهد هتقول اللهم إن أعوذيك عن عذابي جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحي وفتنة الممات وفتنة المسيخ الدجال اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاخفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم إذا أردت أن تدعو بعد ذلك دعوت ثم تقول السلام عليكم تفرد إليك بقى لأنك انتهيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا تقول وبركاته على اليمين وأشبالت السلام عليكم ورحمة الله أو تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذه كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة عن النبي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك في كل ركعة من ركعات الصلاة ستفعل ما بيّنته لك بتوفيق الله عز وجل ومدده وفضله هذه يا أخوان إلا أن بيّنته لك في ركعة ستفعله في بقية الركعات أردت بتوفيق الله عز وجل محاولة تذكير نفسي وتذكير إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في شتى بقاع المعمورة أن أبين لهم ما استطعت إلى ذلك سبيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وأنت تراها على الشاشة انطلاقاً من قول ربنا الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وانطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي طيب بارك الله فيك الوقت أنا بصلي وبعدين وأنا بصلي دخل ابني أو زوجتي دخلت فقالت مثلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل كذلك بهذه الصورة التي تراها مني يدي اليمين باطن كفي لأسفل وظاهره إلى أعلى هذه كيفية رد السلام للمصلي كيفية رد السلام للمصلي دخلت الزوجة أو الولد أو كائناً من كان فألقى عليها السلام وأنا أصلي فأرد السلام بهذه الكيفية أجعل باطن كفي اليمين إلى أسفل وظاهر كفي الشمال إلى أعلى بارك الله فيك طيب هل ممكن مثلاً وأنا بصلي في طفل عنده سنتين بكى ولا يوجد أحد في البيت الآن هل ممكن أحمله أحمله وأنا أصلي وأنا واقف عاوز أركع أضع الطفل وأركع وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا السطر يا إخوان هذه التي وضعتها أمامي بارك الله فيكم أول ما جاءت أصلي دياً أولاً يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل في المسجد أو في البيت طبعاً في البيت النفلة ليسلنا النطبة القبلية أو البعدية أو صلاة الضحى أو النفل المطلق أما الرجل لا يصلي الفريضة إلا في المسجد إلا إذا كانت له رخصة شرعية كان يكون مريضاً أو السماء منهلة والأرض منبلة أي نعم أو مهدد بقتل أو بتعذيب فلا هو أن يصلي إيه في الدار أما الدار البيت للمرأة لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاةها في المسجد إلا أن تذهب للمسجد طالباً للعلم الشرعي إن كان فرض أعيان أو فرض كفاية فالسطرة دي أخوانا حتى لا يمر أحد بينك وبين السطرة بمعنى بمعنى السطرة بارك الله فيكم أهي هذه السطرة التي كنت أضعتها أمامي أنا أفضل اليوم في واحد بده يمر بيني وبين السطرة إذا واحد بده يمر بيني وبين السطرة بارك الله فيك أي نعم واحد يمر بيني وبين السطرة واحد هيمر بيني وبين السطرة بارك الله فيك واحد يمر بيني وبين السطرة ففي الحالة دي أنا أحجزه بإيدي أحجزه بإيدي هكذا هو يريد أن يمر بيني وبين السطرة أنا أحكثه بإيدي بارك الله فيك أيها طب افرض أصر أن يمر إذا أصر أن يمر أقاتله مش أقتله يا أخواننا لا يقول قتل المسلم ولا المعاهد ولا الذم ولا المشتأمن فكيف بالمسلم أنا فأقاتله أي أمنعه أن يمر بيني وبين السطرة طيب الوقت السؤال إذا أراد أحد أن يجتاز أي أن يمر بيني وبين السطرة أنا كمصلي ماذا أفعل أمنعه أدفعه طب نفترض أنه أصر أن يمر أقاتله طيب هذه مسألة مسألة الأخرى إذا أرادت المر البالغة التي يعني وصلت سن التكليف سن الحيط أن تمر بيني وبين السطرة هذه السطرة إذا مرت فقد بطلت الصلاة واحد يقول لا لا ما بطلت يعني صلاتك ليست كاملة الأجر والثواب نعم قال بذلك بعض أهل العلم ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن المرء البالغة إذا مرت بين المصل والسطرة تبطل صلاة كذلك الحمار أعزكم الله في التعبير إذا مر بين المصل والسطرة تبطل صلاة كذلك الكلب الأسود إذا مر بين المصل والسطرة تبطل صلاة ما بال الكلب الأسود من الأصفر النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان هكذا قال سيد المصلين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما فائدة السطرة فائدتان الفائدة الأولى الاقتداء والتأسي بسيد المصلين وخاتم المرسلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم طيب الفائدة الثانية الفائدة الثانية أن لا تقطع صلاته بمرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بارك الله فيكم طيب كذلك أيضا أيها الأحبة في الله تعالى أريد أن أذكر أن الإنسان إذا كان يصلي نافلة جاز له أن يصلي نافلة على الراحلة ولا يشترط له استقبال القبلة مدام يصلي نافلة على الراحلة الراحلة يعني إيه؟ يعني بغلة حمار جمل والآن القطار السيارة السفينة الطيارة هذه الراحلة فالأولى والأفضل له أن يبدأ صلاته باستقبال القبلة إن تيسر ثم بعد ذلك حيثما تتوجه فلا حرج عليه وإذا بدأ بغير استقبال القبلة فلا تثريب عليه فلا تثريب عليه بتوفيق الله عز وجل نعم كذلك وإنت بالصلي اجعل نظرك محل سجودك اجعل نظرك محل سجودك لكن وإنت قاعد بتقرأ التشافد تقرأ التحيات وإنت قاعد بتقرأ التحيات اجعل نظرك للسبابة اجعل نظرك للسبابة طبعا بارك الله فيكم بعض آل العلم بعض آل العلم قالوا أن أنت ترفع السبابة عند شدوى لا إله إلا الله وبعضهم قال ترفع من أول التحيات إلى أن تنتهي من الدعاء والراجح والله تعالى أعلى وعلم أنك ترفع السبابة من أول التحيات لله والصلوات الطيبات أي نعم ترفعها من أولها بارك الله فيه وبعض العلم قالوا أنك ترفع السبابة دون أن تحركها أي نعم وبعضهم قال تحركها أثناء الشدوى لا إله إلا الله والراجح أنك ستحركها من أول التحيات إلى أن تنتهي من الدعاء بارك الله فيك إذن أنا قلت لك إيه أن نظرك محل سجودك ولكن أثناء قراءتك للتحيات في التشاهد الأول أو الأخير سيكون النظر إلى السبابة بارك الله فيك هذا ما أردت بيانة وأسأل الله العظيم أن ينفعني وأستاذ المشاهدين والمشاهدات بما ذكرت نفسي وحضراتكم به من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة فإني أنصح نفسي وأنصح إخواني المشاهدين والمشاهدات باقتناء كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وكذلك أيضا أنصح باقتناء كيفية الصلاة لشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه وكذلك أيضا لشيخنا العلامة بن عثيم هذا ما أردت بارك الله فيكم بيانه فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه آله وصحبه وسلم نعم ثم ماذا ثم أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم أنه معلوم لديكم جميعا أن أعظم فريضة في الإسلام هي بارك الله فيك هي الصلاة بعد الشهادتين وهذا التصال فليتفضل فضل يا أخي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء بارك الله فيكم وسدد على طريق الحق خطاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء أقسم بالله طيلة الحلقة وأنا أدعو لكم لأنكم فعلا أمتعتمون وصححتم الكثير من الأخطاء في أعظم عبادة الله وهي الصلاة ونتمنى أن هذه الحلقة تعاد أكثر من مرة حتى نتعلم ونتعلم أكثر فإن صحة الصلاة كما كان الصحابة يرون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يصلي إن شاء الله سنشر بالخشوع والخلوع لله عز وجل ونتمتع بقيمتها كعبادة لله وهي أعظم العبادات فبارك الله لك وفيك وعليك وحواليك وزادك الله علما ورفع قدرك في الدنيا والآخرة وجعل الجنة مسوانا ومسواكم اللهم آمين وبارك لنا في علمكم ولا حرمنا الله منكم أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين والمسلمات ومن علمائنا ودعاتنا ويجعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم آمين يا رب العالمين كذلك أيضا أيها الأحبة أقول إن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى منظرنه شيء؟ قالوا لا يبقى منظرنه شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمح الله بهن الخطايا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فيا أيها الحبيب نحن نريد منك رجلا كنت أو امرأة أن تهتم بأمر الصلاة فتتم شروطها وأركانها وواجباتها وسننها بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وتؤديها في جماعة بالمسجد نعم وذلك ترجمة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم هذا نداء لإخواني من الرجال أن يحافظوا على الصلاة الخمس في جماعة خاصة يا إخوان بعض المسلمين يقصر في صلاة الفجر والله تعالى قال في القرآن والفجر وليال عشر والله جل وعلا قال في القرآن والصبح إذا تنفس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في حفظ الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة وأنتم تعلمون أن البردين هما الصبح والعصر وقد قال عبد الله البجلي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة التمام ليلة الرابع عشر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طبوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة فأنا أذكر نفسي وأذكرك أيها المسلم الحبيب الرجل وأنت ذاهب إلى صلاة الفجر في جماعة عليك أن توقظ أولادك وتصطحب الشباب والصبيان في يدك وأنت متوجه إلى المسجد فإن قمة الرحمة منك أن توقظ أولادك وتصطحبهم إلى الصلوات الخمس في جماعة وعلى رأسهم صلاة الفجر لتربيهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا وتزرع في قلوبهم تعظيم ما عظم الله تبارك وتعالى ألا وهي الصلاة نعم أسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وفي ختام هذه الحلقة أقول في السبت القبل الماضي في قريتنا في قريتنا متحديد دقالية إيش صار رجل في قريتنا دخل فصلى سنة العصر القبلية وبعدما سلم من سنة العصر جلس ينتظر إقامة الصلاة فاضت روح الله أكبر ختم له حياته وهو في بيت من بيوت الله عز وجل متطهر بعدما أدى سنة العصر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع فانظر إلى رجل تختم حياته وهو يشاهد فيلما مصرحية مسلسلا يسمع أغنية يشرب سجارة متلبس بمنكر من المنكرات وهذا رجل تختم حياته وهو ضيف في بيت الله جل وعلا على الكريم فكيف يعامله الكريم فأسأل الله تعالى أن يمن علي وعلى حضراتكم بخاتمة ونحن متلبسين بصلاة فريضة أو نافلة فإنه ولي ذلك والقادر عليه كما أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وفي خاتمة هذه الحلقة أبارك لمخرجنا الأستاذ محمد بطريق على زواجه فأقول له بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير وأنتم يا إخواني شكر الله لكم وبارك الله فيكم كما أشكر أخونا أستاذ هاني البنة أخونا سبحانه بطريق على ما بذلوا من جهد في هذه الحلقة المباركة وغيرها من الحلقات طبعا لكن يعني أتعبتهم بعض الشيء النهاردة في هذه الحلقة حتى نري المسلمين صفة صلاة النبي عمليا وكذلك إخواننا في الكنترول والذين معنا في الستوديو أسأل الله أن يثيبهم وأن يأجرهم وأن يبارك فيهم وأن يجعل عمل وعملهم خالصا لوجه الله الكريم فإن ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتقول لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته